بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نواصل إذن مع المسألة الأولى هذه لشرح طريقة رسمة الكام في الجزء الأول الذي الأكسس تبع الفولاور يكون على نفس مكان الأكسس تبع الكام إذن بدأنا بهذه الرسمة التي تشرح حركة الكام والتي فيها في الستين درجة الأولى حركة Outstroke الثلاثين درجة التي تليها معنا الدول على مستوى أربعين مليمتر اللي هو الماكسيموم ستروك ثم عندنا Return Stroke حركة نزول على الستين درجة التي تليها ثم Final Duel على المتين وعشر درجة المتبقية في مستوى الصفر أول شيء نبدأ به نرسم انتداد لخط الصفر هنا ثم محور الكام نرسم بداية الباست سيركل هنا بقيمة ماذا؟ بقيمة خمسين مليمتر وهذا مركز دوران الكام والمحور البداية كالآتي على نقطة الصفر هنا معنا الفولاور ونقسم الجزء الأول لستين درجة إلى ستة مراحل يرمز إليها بنقاط واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة كل المرحلة فيها بعشر درجات أيضاً الستين درجة في المرحلة الثالثة تقسم بنفس الطريقة إلى ستة مراحل من عشر درجات خلي نرسم الستين درجة الأولى تقسم الدسعين درجة إلى ثلاثة إذن ثلاثين فثلاثين فهذه تكون معنا الستين درجة الأولى ثم بعد ذلك الثلاثين درجة الثانية هذه الثلاثين درجة الثانية ثم المرحلة الثالثة الستين درجة أيضاً نقسم هذا الربع إلى ثلاث مراحل كل واحدة ثلاثين درجة فيأتي معنا الستين درجة في المرحلة الثالثة هنا طبعاً المتبقي كله هو المتين وعشر درجات خلي نشوف هذا كله المتين وعشر درجات المتبقية المرحلة الأخيرة جول الأخير مية وثمانين درجة زائد الثلاثين هنا الستين درجة الأولى نقسمها إلى ست مراحل ست زوايا من عشر من عشر درجات هنا معنا الثلاثين على ثلاثة عشر كل واحدة منهم على ثلاثة كل واحدة عشر منهم ونرسم هذه الزوايا طيب كيف نتحصل الآن على مستوى الفولور على كل زاوية من الزوايا هذه النقطة هي نقطة الصفر هذه النقطة هنا نقطة رقم واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة والنقطة رقم ستة النقاط هذه نعملها على هذا الخط خط الصعود بالنسبة للكام فنتحصل على النقاط لأي في الزيره طبعا بي سي دي اي اف و جي الخطوة التالية هو أن يتم إسقاط هذه النقاط أفوقيا بهذه الطريقة على هذا المحور هنا معنا النقطة بي و سي طبعا بنفس الطريقة و دي و اي اف والنقطة جي هذه النقطة جي هذه النقطة اف اف هذه النقطة دي عفوا اي النقطة هذه دي والنقطة هذه السي والبي قد رسمناها والاي في الزير هنا ثم نرسم الارك طبعا المركز هنا الارك الأول و يمر من النقطة بي خلي الآن نغير الكلر ينطلق من النقطة بي و يتقاطع في الزاوية الأولى النقطة الثانية ينطلق الارك من المحور طبعا من النقطة سي ثم يتقاطع مع الزاوية الثانية دي يتقاطع مع الزاوية الثالثة اي يتقاطع مع الزاوية الرابعة E الارك طبعا يتقاطع هنا في هذه النقطة ثم النقطة الأخيرة G خلي نعيدها النقطة E طبعا يجي هنا والنقطة G يجي معنا آخر نقطة في مرحلة مرحلة stroke ثم بعد ذلك معنا الدول على نفس مستوى النقطة G طبعا هذه النقطة H على زاوية كم على زاوية الثلاثين درجة المرحلة الثانية للدول هذه النقطة H بنفس الطريقة على زاوية الستين درجة زاوية الستين درجة تقسم أيضا إلى 6 زاوية من 10 درجات هذه النقاط العشر درجات طبعا هذه الأولى خلي نعيدها الثانية الثالثة من 10 درجات الزاوية الرابعة من 10 درجات والزاوية الأخيرة الخامسة والسادسة من 10 درجات هذه نقطة الصفر فين تكون نقطة الصفر هنا مع الـ H أو صفر داش هذه نقطة الواحد داش الاثنين داش الثلاثة داش نقطة الأربعة داش نقطة الخمسة داش هنا نقطة الستة داش تقاطع النقاط صفر داش طبعا يعطينا الـ H الواحد داش اسقاطها يعطينا النقطة G عفوا الثنين داش يعطينا النقطة K ثلاثة داش يعطينا النقطة L وهكذا فهي في الحقيقة امتداد الج نفس الأرك تبع الـ F الكي نفس الأرك تبع الـ E الـ L نفس الأرك تبع الـ D M نفس الأرك تبع الـ C والـ N نفس الأرك تبع الـ B إذن امتداد هنا للنقطة F هذه ماذا يعطينا يعطينا النقطة G النقطة G اللي هي على مستوى كم هي أول عشر درجات في الـ 60 درجة تبع الـ Return Stroke هي النقطة 1 هذه النقطة 1 يعني هذا الخط يتقاطع مع الأرك تبع الـ F هنا ثم الأرك الذي يمر من النقطة E أيضا يتقاطع مع 2 داش هنا الـ D يتقاطع هنا الـ C يتقاطع هنا والـ B يتقاطع هنا تبع هذه الرسمة يعني تقريبية Hand Drawing والنقطة P اللي هي على الـ 6 داش تكون هنا على الـ Base Circle ثم من النقطة 6 داش اللي هي الـ P الى تمام الـ 360 درجة يعني من النقطة 6 داش هنا الى النقطة A 360 درجة هي نقطة السفر هذه آخر مرحلة عندنا اللي هي Final Jewel الآن نجمع النقاط كلها حتى نتحصل على الرسمة الأخيرة الـ Profile تبع الـ Cam إذن بهذه الطريقة هذا الـ Duel ثم نجمع نقاط النزول هكذا خط يمر من جميع النقاط هذا الـ First Duel وهذا الـ Final Duel هنا هذا الـ Profile تبع الرسمة الأولى للكام اللي فيها لو لاحظنا الأكسس تبع الشافت للدوران الكام يأتي تماما عليه محور محور الفلاور بدون Offset الشكل الأخير للـ Profile تبع الكام طبعا هذا الشكل الأخير للـ Profile تبع الكام كما رسمناه بطريقة إسقاط النقاط هنا A تجي هنا B تجي هنا C تجي هنا D حصلنا هنا والE في هذا والإسقاط للF وفاينلي الإسقاط للنقطة G ترجمة نانسي قنقر